زيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بإذن الله نهاردة هنعمل ماسك القرز ماسك سهل جداً هيفتح بشرتك هيخلي وشك بيلمع هيخلي وشك فلتر مليان نظارة كأنك عاملة فلتر بالضبط على وشك زي ما انت شايفة كده معي هيخفل عيوب هيخفل اسمرار التسبغات الهالات السودا النمش الكلف كل حاجة بإذن الله هتروح خالص انسي الهالات السودا هيشد معاك البشرة وكمان هيخلي وشك فلتر تبيض خمس درجات من أول استعمال بإذن الله ترتيب وتنعيم للبشرة أقوى ماسك هاتجرى بيه في حياتك بإذن الله المسك سهل جداً بمعلقة رز واحدة هتخفي كل عيوب بشرتك هوشك كده هيبقى أبيض زي الأمر بجد وأحلى كمان من بشرتين نجوم وبشرتك هتبقى صافية والحل بسيط جداً المكون عندك في المطبخ هتجيبك كده معلقة من الرز معلقة جبيرة واحدة من الرز يعني مفيش أسهل من كده يا بنات الرز طبعاً عندنا في كل مطبخ ومش بنستغنى عنه طبعاً لاستعمال يومي يعني كل يوم بناكو الرز هناخد معلقة واحدة يا بنات وهنخسلها بالشكل ده هتخسليها مرة واحدة عشان عنا عايزة نشلف الرز زي ما انتوا شايفين كده الرز ده رز بلدي مصري وهجيب كباية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده مية وهحطها كده على الرز زي ما انتوا شايفين معي المفروض يا بنات معلقة الرز ده هتحطي عليها كبايتين مية من الحجم ده تمام كده عشان انا حطيك كباية ورجعت زودتي كباية تاني عشان طبعاً الرز بيشرب المية كلها يعني تحطوا كده من الاول كبايتين بالحجم الكبير ده زي ما انتوا شايفين معي وبعد كده هرفعها على النار يا بنات وهسيبها على نور هدية بعد ما تغلي لحد ما الرز معي يتهري خالص يستوي يعني يقولكو ايه يعني يبقى معجن تمام كده اهو بالمنظر ده كده خوطي عليه طبعا ينوره هغطي انا عايزينه كده يستوي ويتهري كده معي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده طيب يا بنات وصفة سهلة جدا جدا بالله عليكم ما تنسوش معي اللايك والاشتراك في القناة تفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل اشعار جديد بنزل فيديو تدخلي كده تشوفيه وتنورني في القناة رب نجبر بخاطركم يحقلكو كل تتمنون اللهم امين يا رب العالمين هحطي بقى الرز كده زي ما انتم شايفين وهو سخر في الخلاط في الكابة اي حاجة عندك هند بلندر وتضرابيه ضربة مبرحا اضرابيه بقى كده لحد ما يعني ايه يبقى كريم معيك تمام فطبعا ايه يعني عايزك كده تضرابيه خمس دايق كده هو كده كده مش هياخد وقت لو الخلاط شديد او الكابة شديدة مش هياخد وقت خالص معيك يعني هياخد دقيقة فانا طبعا هضربه كده زي ما انتم شايفين اهو عايزينه يبقى ناعم قوي قوي عشان طبعا لما نيجي نصفيه ينزل الرز كده زي الكريم يبقى ناعم معاك متخسرش كمية رز كبيرة زي ما انتم شايفين كده بنات بالطريقة دي وصفة سهلة وجميلة ونتيجتها فعالة من اول استعمال طبيعة ترتيب نضارة اشراكة للبشرة الكل هيسألك عن سر جمالك وايه بقى اللي حصل في بشرتك بقى التنور كده والتسبوات اتشارت والنمش والهلات وكل حاجة مدقيق طب يا بنات انا بعد ما ضربتها كويس جدا هصفيها هجيب مصفة دياء كده زي ما انتم شايفين واي طبقة عندك اي بولة وهصفي بقى كمية الرز اللي احنا عملناها دي زي ما انتم شايفين معايا هجيب بس كده ازبطول او اي حاجة عشان ننزل الرز من الكب والله يا بنات وصفة حلوة جدا جدا ونتجتها حلوة جدا جدا تمام يا بنات وبعد كده بقى هصفي زي ما انتم شايفين كده بجد من اقوى المسقات مسك الرز سهل جدا وسريع جدا وطريقته حلوة جدا وكمان ناتيكتف على جدا يا بنات بيقفل المسام الواسع في الوش وكمان بيشد البشرة بيشد التجاعد حول العين بيشد الاتسبغات بيشد الاسمرار من حول الفم وبيشل تجاعد الجابهة وتجاعد الوش والخطوط الرفيعة اي حاجة مضايقك بصراحة في بشرتك هو يعتبر كده فلتر طبيعي للبشرة باذن الله هتجربي وتدعيلي وصفة حلوة جدا وسهلة جدا وبعد كده هصفيها بنات زي ما انتوا شايفين في مصفة كده دايقة كون دايقة قوي وفضل كمان لو في عندك شاشة او حاجة يعني الاخرام بتاعتها واسعة تصفيها فيها زي ما انتوا شايفة بالطريقة دي يا بنات والله العظيم بجد يجربوا المسك ده ما تكسلوش يعني انتوا كل يوم بتدخلوا المطبع تطبخوا اعملوا كده معلقة رز كده وانتوا واقفين واللي يا بنات هنا عاملة معلقة رز واحدة لان المسك بتاع الرز دوت بيبقى مليان نشأ الرز طبعا فبيتكتل وطبعا الجو سقع هتحفظيه ازاي بقى عندك هتحطيه بباب التلاجة وهتستعمليه كده يوميا بجد يعني من اقوى المسكات اللي نتجتها حلوة جدا لان يا بنات المسك دوت لما بتستعمليه يوميا بيديك تفتيح كل يوم عن اليوم اللي قبله بيديك شد للبشرة بيخلي بشرتك مليانة نضارة ومليانة كده اشراكة باذن الله هتبقى كده زي بشرة النجوم زي ما انتوا شايفين كده معي هصفي بالطريقة دية على قد بقى ما قدرتك كده هصفينا عايزة يبقى كريمي كده معي يعني نوعا ما زي الكريم كده بيديهن بسرعة كده او بيتفرد بسرعة على الوش زي ما انتوا شايفين معي كده بجد حلو جدا ومعلاقة الرز كميتها حلوة يعني ده معلقة الرز اللي انت هتعمليها دي هتعمل كم يوم لو انت هتستعمليها على وشك بس انما بقى لو انت عايزة تزاوديك كمية تعمليه معلقتين الرز يعني بتختصري في الوقت براحتك انا بحب عامله مثلا كل ما يخلص عامله تاني هو سهل لي مش بياخد غلبة ولا وقت معاك خالص بتعمل على طول كده بسرعة زي ما تشايفين كده بنات وبعد ما صفيته بالطريقة دي هاخد بقى كده الناعم بس كده اللي في المصفى من تحت لاني طبعا انا عاملة معلقة واحدة بالطريقة دي يا بنات ممكن المصك بعد ما نصفيته بالطريقة دي كده هتستعمليه كده زي ما هو بالطريقة دي تمام ولو اللهم صالح انا بعايزة تزاوديه على اي نوع زيت عندك زيت جوز هند زيت لوز اي زيت عندك زيت زيتون هتحطي معلقة صغيرة وتقلبيه انا هحط يا بنات انت هو كده لحد هنا المصك خلص يعني لو عايزة تستعمليه بدون اي اضافات تاني هو الرز بس هتستعمليه عادي جدا وهديك نتيجة حلوة برضو وهديك تفتيح طب احنا عايزين بقى نزود الكيمة بتاعته كده وتغذية البشرة كده هنحط معلقة من العسل اللي ابيض يا بنات وطبعا العسل بقى مرطب قوي جدا جدا وبيبيض البشرة وبيفتح البشرة وبيشد البشرة يعني مفيد جدا جدا للبشرة حط معلقة صغيرة من العسل وهقلب المكونات بتاعتي وكده المصك بتاعي خلص يا بنات هقلب كده العسل كويس مع الرز وخلاص كده ممكن تحط زي ما قلتلك اي زيت عندك اي زيت مرطب ممكن تحط معلقة زيت جوزهند صغيرة معلقة زيت زتون معلقة زيت ورد اي زيت بيفتح البشرة تستعمليه تمام كده هقلب بقى اللهم صلى على النبي المصك كده مع بعضه طبعا هنستعمل المصك ده ازاي لازم يبقى غسلة وشي بمية دافية عشان المسام تتفتح وطبعا اللي امتابعيني في القناة خلاص هفظه يعني اللي انا بقوله وبعد كده لازم بشرتي بقى نظيفة بعد كده هفرد المصك بالطريقة دي وصه هو كريمي وشفاف وحلو جدا جدا يا بنات ورقيق كده على البشرة يعني عايز اقولكم هتاخذي بقى نظارة هتاخذي ترطيب قوي جدا جدا تاخذوا طبيض يعني تحفى بجد والله العظيم المهم يا بنات بعدين ما هفردوا كده على البشرتي على وشي بقى ازا ما انتوا شايفين بالطريقة دي هسيبوا بقى لحد ماينشف خالص البنات اللي بتقولي هسيبوا مثلا المصكة ايه انت طبعا عملت ايه مصكة هتسيبه لحد ماينشف خالص على بشرتك وبشرتك كده هتلاقى بتتشد طبعا النشا اللي في الرز هشد كده البشرة هيعمل تفتيح للبشرة تمام كده انا بقى حطيت كده هوريكوا بس على ايدي بس هاخد بقى كمية كده في برطمان ازا زيكون ديف ومتعكم كده بنات وهنحطه كده في البرطمان بس انا عاملة كمية قليلة زي ما انا قلتلكم بحب بعمل كل ما يخلص عامله لان انا كنت عاملة كمية كبيرة قبل كده وفي ديل معيه فترة كبيرة قوي قوي في التلاجة طبعا لاني بعمل مسكات على طول فماش بستعمله على طول يعني بستعمل في المسكات اللي انا بعملها فقلت لا انا عامل كمية قليلة زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده ما تخلص عامل كمية قليلة تانية يعني هو سهل جدا وهو ده شكله كده بنات عامل زي الكريم وكل ما تسبيه كل ما هيتقل معاك تمام كده هتحتفزي بباب التلاجة وبعد ما فردت يا بنات على بشرتي ونشف غسلت ايدي طبعا تخسل ايديك بمية عادية خالص المسان بس تتقفل كده وبعد كده تحطي بقى ايه اي نوع مرتب عندك انا طبعا انتوا عارفين بحب المرتب اللي هو زي الجوز الهند هرطب كده بشرتي وخلاص بصوا البشرة بقت عاملة ازاي تلميع للبشرة نضارة نعومة طبيطة رتيب حاجة كوية جدا لبشرتك هتلاقى وشك كده فلتر كأنك حط عليه يعني بصي حط عليه كده حاجة تخلي بشرتك طرية ونعمة ورطبة بإذن الله عليكم يا بنات ما تنسونيش بقى في اللايك هاسبكوا بقى كده في امان الله الرزم تجربوا الوصفة دي هاسبكوا في امان الله مع الفا الف سلام